أشهد صندوق النقد الدولي باهتمام مصر بالاستثمار في طرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي أن أنظار العالم تتجه حاليا إلى مصر التي تستضيف مؤتمر المناخ قاب 27 أواخر العام الجاري وقد جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها مدير عام صندوق النقد الدولي أمام القمة العالمية للحكومات في فعالية تستهدف إطلاق دراسة تحليلية لإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى وذلك بعنوان في قلب الاحترار التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى